بقلق وتوجس تترقب الأوساط الصحفية في الأردن دخول قانون الجرائم الإلكترونية الجديد حيز التنفيذ خوفا من الوقوع في الخطأ عبر الفضاء الإلكتروني سيزيد من حالة الرقابة الذاتية على منشوراتهم ومن يعلق عليها أيضا جسم الصحفي متوجس من هذا القانون ويثير المخاوف عنده فأي خطأ غير مقصود قد يتعرض إلى التوقيف والحبس والغرامات المالية المغلظة لأنه أنت لا تتحمل فقط وزر ما تكتبه أنت تتحمل وزر التعليقات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبعد مصادقته على مشروع القانون أكد أهمية الحد من الجرائم الإلكترونية مع مراعاة حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم وفق الدستور داعيا إلى إجراء مراجعة لفقراته بعد تطبيقه على أرض الواقع كنا متفقين على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون على وسائل التواصل الاجتماعي مكافحة هذه الجرائم ليس لازم تكون على حساب حق الأدريين في التعبير عن رأيهم آراء المواطنين في الشارع الأردني تباينت بين من يرى في قانون الجرائم الإلكترونية وسيدة للحد من القدح والذم والتجاوزات والابتزاز وبين من يرى فيه تقييدا لحرية التعبير ونقد المسؤولين وأداء الحكومة أنت زي كأنك بتقيد قاعد في الناس بتقولوا لا تنتقد لا تحكي في السياسة لا تتكلم في أمور الدولة لا تتكلم عن وزير لا تتكلم عن مسؤول رح يحد كثير من المشاكل اللي بتصير بين الناس لأنه صارت الناس تعتبر السوشيال ميديا وسيلة كثير سهلة للغلط والانتقام وكانت 14 منظمة دولية على رأسها هيومان رايتس ووش قد دعت الحكومة إلى سحب القانون باعتباره سيقيد الحريات العامة على الفضاء الإلكترونية كونه غلض عقوبات الحبس إضافة للغرامات المالية التي تصل إلى 30 ألف دولار مع اقتراب دخول قانون الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ تبرز أسئلة كثيرة عما إذا كان تطبيق القانون سيشكل تقييدا للحريات الصحفية والعامة أم ضبطا لانفلات يتعدى حرية التعبير إلى الإساءة للناس حيدر العبدالي الحرة عمان